هناك اتصالات قوية في الساعات الأخيرة مع كل أطراف للوصول إلى حالة وقف اطلاق النار لم تحدد الساعة بالضبط لكن هناك مساعي قوية وكما قلنا أن الأمر منوط بسلوك الإحتراء على الأرض ووقفه الحقيقي للقصف على قطاع غزة أعتقد أننا لدينا لدينا مجتمع لتحقق ومتعبا أن أعمل لها المترجم للقناة للقناة المترجم للقناة التي قامت بها 11 دقائق من الإسرائيل ضمنتنا من المساعدين في القطاع الغزة يجب أن يكون مقاومة ارصا عيدك عن الصوت ارصا عيدك عن الصوت ارصا عيدك عن الصوت عميد خموت شعفار واني خوشي في إسرائيل صريح لأجيها على الصوف على الصوف بلي ساكاة بلي زا بلي ميسراين بلي بيدن لا يمكن حديث عن وقف اطلاق النار من جانب المقاومة إلا بان يوقف الاحتلال أيضا اطلاق النار من جانبه ويوقف غاراته على قطاع غزة لا يمكن حديث عن وقف اطلاق النار من المقاومة طالما أن هناك عدوان على قطاع غزة مستمر أفزاكة 9 لكن أيضا علينا أن يطلب أن يقفين ببساطة على الألتار ومثلون منذ شئين لأنه لا يمكن لتفعل هذه التصوصات لهم الأغريسيين والتقبانيين موسيقى أعطب لي שהולכים لכיוון הפסקת אש אני مרגישה עם كل האהבה שלי למדינה ולצבא אני מרגישה שלא הישגנו כלום כי בעוד שנה שנתיים אפילו אולי פחות המצב יחזור לקדמותו we've seen reports of a move toward a potential ceasefire that's clearly encouraging obviously we can't get ahead of any agreement that may be brokered news just now of the overdue ceasefire in Gaza is reassuring this was one of the key demands of member states that we heard from today's debate we'll see you next time